اشتركوا في القناة لغاية ساعات العصر بعدها بده ينتقل لبرج الثور هو الآن موجود في منزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر رح يضل في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و21 دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء يعني الأسرار مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل من الآن لغاية ساعات العصر فبيظل مؤثر علينا جميع الأبراج صفات أو بعض صفات برج الحمل الأساسية ففي هاي الفترة بنشعر بالطاقة الكبيرة للعمل منكون أكثر تصميماً وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا ممكن أنه شوي يكون في عنا نوع من أنواع التهور يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة نلاحظ أيضاً في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في بعض المتاعب والمشادات الغير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية فترة وجود القمر في برج الحمل يعني اللي برغب لا إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك فهو وقت مناسب وبرضو هو مناسب لإدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة واللي تأثيراتها مستمرة معنا وهي كل يوم تقريباً إحنا منذكرها طالما هي فعالة وبتأثر علينا بتأثر على جميع الأبراج فطبعاً أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة طبعاً هاي تأثيراتها لغاية يوم 11 واحد يعني هاي بتعطينا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين زحل وبين أورانوس وهاي مستمرة إلها فترة طبعاً تأثيراتها لغاية يوم 13 واحد هي اللي بتخلينا مندفعين برضو في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وهي إلها أثار على طبيعة مثل العواصف والزلازل وسقوط الطائرات أو إشيء له علاقة بالطائرات وحوادث السكة الحديد طبعاً هي في أواخرها تأثيراتها تكون أضعف من فترة أوجها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتن وهي تأثيراتها لغاية يوم 15 واحد طبعاً هذه بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكشف لاحقاً أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيأخذوا الأدوية من تناول بعض الأدوية بطريق الخطأ أو أكثر من مرة بالنسبة للوضع السياسي هاي بتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كفهي ضنات أو غرق بعض السفن أو الناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي بدايتها اليوم بداية تأثيراتها وهي زاوية التربيع المنفصلة يعني هاي ما رح تصير متصلة بالفترة الحالية وهي بين عطارد وبين أورانوس هاي مستمرة لغاية يوم 18 واحد بتصيبنا بحالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل للمسائل كما أنه في نوع من أنواع العصبية بالمزاج وممكن نرتكب أقطاع ونتهور وهاي فترة غير صالحة للشراكات أهم شيء أنه بالفترة هاي لا تعتمدوا على الحدث فأنه ممكن يخذلكم بالنسبة لها سياسيا أو دوليا أو مع العالم كله بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة للمتشدد وممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل أو حوادث على الطرقات وبتصير بشكل مفاجئ ومرعب في نفس اللحظة كما بتشهد هاي الفترة قمع للحريات قصوصا حريات التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة أو الكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقال أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم عشرين واحد بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي تأثيراتها اليوم فأول زاوية قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي ذروتها الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت كيل جرينيج بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة طبعا هاي زاوية تأثيراتها مستمرة طول النهار أما بالنسبة لها خلو المسار خلو المسار طبعا سلبي بيبدأ في تمام الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام ساعة ثنتين وستة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر طبعا رح ينتقل هو ويبلش يشكل أول زوايا إلو ساعة ثنتين وستة واربعين دقيقة بتوقيت جرينيج لبرج الثور وطبعا رح نكتسب إحنا من صفات برج الثور من بعض صفاتها رح تأثر علينا جميعنا فمنشعر بالفترة هاي بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على منتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكن شراء عقار ماء وقضاء وقت ممتع في البيت أو مثلا لاستمتاع مع العائلة بمشاهدة التلفاز مثلا أول زاوية رح تتشكل ما بين القمر وما بين كوكب من الكواكب البطيئة رح يكون زاوية تزديس إيجابية وهاي رح تكون بين القمر وبين المشتري ذروتها الساعة 7 و 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها بتبدأ هي من ساعات الظهر تقريبا بتزيد في ساعات العصر فبنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة لأعضاء الجسم الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات العصر طبعا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم بعد ساعات العصر بصير عنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدراقية واللوزتين وتفاحة آدم طبعا هذه الأعضاء هي اللي بتكون أكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية اللازمة وإذا استدعى الأمر مراجعة الطبيب لا إلها طبعا هذا اليوم طبعا هو غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة بسبب تراجع الزهرة صحيح أنه اليوم مرح ترتفع سعودته إلا أن تراجعه بعمل دائما احتمالي ضئيل لنجاح العمليات هاي يصلح طبعا هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا مناسب ولكن لأنه في فترة دخلهم مسار ممكن يصير بعض الأعراض الجانبية مثل الحرارة أو آلام مكان وخز اللقاح فعشان هيك بيتاخذ اللي هو بندول كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام وممكن حبة أنتي هستامين طبعا هاي إما دكتور متخصص بيصرف لك إياها بيكتب لك شو حسب شو اسم العلاج عندك في بلدك يعني كل بلد لها أسماء أدوية فهو مجرد ما يعرف أنه فيه تحسس من الإبرة هو بعرف إيش بده يعطيه بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور ولهو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة يوم اتناعش واحد رح يبدأ في تمام ساعة سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لليوم التالي اللي هو ليوم الخميس يعني لصباح يوم الخميس للساعة ثلاثة وثمان دقائق صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الجوزاء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب ثمان أيام في تمام الساعة تسعة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بيصير تسع أيام نسبة الإضاءة ستين في المية أما بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد اليوم أو الآن هو سعيد بنسبة خمسين في المية في ساعة الظهر بترتفع نسبة السعادة لسبعين في المية القمر في الحمل بدين تقل الثور فرح يظل في الثور لغاية يوم ثلاثة واحد هو الآن سعيد بنسبة أربعة عشر في المية في ساعة الصباح بيصير سعيد بنسبة خمسة وثلاثين في المية عطارد في الدلو حتى يوم أربعة عشر واحد منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسع وعشرين واحد سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في القوس حتى يوم أربعة عشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% أما نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد الآن هو بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم اتقادكم بأنفسكم أكبر من الأيام الماضية وبعمكم النشاط أكثر واليوم تقدروا تسيطروا على كل الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم بتهتموا اليوم بنوع من أنواع التغييرات ممكن على مظهر تقصد شعرك لباسك هندامك تعتبر هاي فترة ممتازة جدا ودعم لإلك وانت عندك النشاط الكامل لإنجاز أي عمل يوكل لإلك أو أنت بصدد تنفيذه طبعا هاي الأمور مستمرة معك لغاية ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر بيصير الجو بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون هاي مفاجئة بالنسبة لإلك أو تدخل تحسين على مزنيتك بتنشطوا اليوم بالاتصالات وزيارات وممكن تتموا أكثر للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع وعالج المسائل الإدارية والتمولية اللي بتتطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك من الآن لغاية ساعات العصر بيتطلب منكم هذا اليوم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني إذا كتراقب صحتك حاول أنك ما تتخذ قرارات ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم لراحتكم طبعا بتلاقي أن طاقتك ما زالت ضعيفة أهم شيء أنك تتجنب اتخاذ القرارات حاول أنك أنت برضو تضبط عصابك لأنه ممكن يكون فيه سوء ثفاهم طبعا هاي الأمور مع ساعات العصر بتختفي تماما تصبح ثقتك بنفسك أكبر وبيعمك النشاط أكثر وممكن تبادروا لخطوة جديدة دعم مركزكم الاجتماعي طبعا هاي الفترة رح تصير فترة مميزة واستثنائية والجو يدعوك لبذل جهود ممتازة لأجل التراجع عن بعض القرارات السابقة وتعتبر هي أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما خذ المبادرة وكون شجاع برج الجوزة طبعا القمر في بيت الأصدقاء ما زال ولكن بنصحك أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة من الآن لساعات العصر قبل ما يستقر القمر ويصير في بيت متعبك الآن أنتو بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء ممكن بعض الأصدقاء يدعموكم وممكن اليوم تشارك في حفل أو مناسبة حاول أنك تكون مثلا متواصل مع أصدقائك تتعاون أو تشاور أو تطلب حاجتك منهم في الفترة هاي ممتازة جدا وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء من ساعات العصر بتجد أن طاقتك بلشت تضعف شوي شوي وهذا بيتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاولوا أنكم تراهنوا على الحظ ممكن تعانوا من بعض الركود ومراوحة المكان لا تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك في هاي الفترة الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم أمام المسؤولين وممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن اليوم تجد أنه عندك فرصة لتقديم مشروع أو عمل تكافى عليه أو يثنى عليك لإنجازك هذا العمل أو يصير فيه نوع من أنواع التكريم لإلك أو تحصل على مكافأة معينة طبعاً بظل هذا اسمه بيت السمعة اللي هي يا إما بيكافأة يا إما بيرجح عليك باللوم فعشان هيك دير بالك من المخاطرات والمغامرات والمجازفات من الآن لغاية ساعات العصر من ساعات العصر طبعاً الأجواء بتتغير بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوطات حاول أنك تكرر المحاولات إذا أردت الدعم والتأييد تعتبر هاي فترة مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة بتطلاقها مع طموحاته برج الأسد القمر ما زال موجود في البيت التاسع من الآن لغاية ساعات العصر فعشان هيك بظل في نوع من أنواع النشاط في التنقلات والسفريات الاتصالات البعيدة التواصل أو التعرف على أجانب أو تواصل معهم المناقشة البحث في أمور إلها علاقة بالفلسفة بالدين أو حتى بإنجاز الامتحانات فيعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين مع الجهات المسؤولة اليوم تنجح إذا أنت حابب تروج لعمل أو لسلعة معينة اليوم ممتاز وبرضو الأمور القضائية جيد من ساعات ما بعد العصر طبعا الأجواء بتتغير لأن القمر رح يصير في البيت العاشر لإلك فعشان هيك بصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل عليه بقسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين تعتبر هاي الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة وممكن تواجه مسؤولية أو عبق مهني أهمش إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة برج العذراء بالظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب بالوصلة أو بشراكة أو تعويض طبعا رح يظل لكم نوع من أنواع الاهتمام بالأمور المالية من الآن لساعات العصر فعشان هيك استغلها لتصحيح الأخطاء أو ترتيب الأوضاع أو ترتيب وضعك المالي ممكن تهتم بأمور الهالاقة بقرض بميراث أو بأمور الهالاقة بضريبة أو أمور مالية مثل البنك في ساعات العصر طبعا الأجواء بتتغير لأن القمر رح يصير في البيت التاسع فعشان هيك ممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور الهالاقة بالسفر والاتصالات مع أشخاص قارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير وبتعاود للإمساك بزمام الأمور بتعتبر هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك في بعضكم ممكن أن يكون عنده سفر محتمل برج الميزان القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بظل الإهتمام في تعزيز أو تدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم مع الأزواج أو شركاء العمل فهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء إنه بظل طاقتك ضعيفة فعشان هيك تجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصها لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة إلى الرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراح تشيخوختك أو تنال المبادرة في الاتجاه المذكور مثل تعمل تأمين أو إشي العلاقة بالصحة أو أشياء مثل هيك يعني أهم شيء إنه قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برج العقرب طبعا القمر الآن هو في مراحل المقابلة يعني هو في البيت السادس بده يصير في البيت السابع فالآن ما زالت الأمور إلها علاقة بالعمل والصحة فبتجدوا أن العمل متراكم عندكم أو عندكم كثير من الأعمال حابين تنجزوها وتتمموها وقسم آخر من العقرب يهتم بالأمور الصحية أكثر ممكن عنده مراجعات أو بعض الأدوية أو الاهتمام بالصحة أكثر أهم شيء ضبط الأعصاب وخصوصا للأشخاص اللي بيعملوا أنه يديروا بالهم من سوء تفاهم أو خلافات ما بينهم وبين زملائهم بالعمل فضبط الأعصاب مطلوب وحافظوا على نشاطكم وصحتكم من ساعات ما بعد العصر الأجواء بتصير جيدة على مستوى تعزيز اللي هي تعزيز العلاقة ما بينك وبين الشركاء شركاء المال والعاطفة وهذا الوقت مناسب جدا لقيام بتعاون أو بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شركاتكم المالية والعاطفية وحاذروا من الإنفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر هاي الفترة بعض المشاكل الطارئة حاول أنك تكون صبور وما تتدمر الفترة هاي فيها يعني نوع من أنواع الخلب أو تعتبر خالية من الحظ فما تراهن على الحظ كثير برج القوس القمر من الآن لغاية ساعات العصر موجود في البيت الخامس وهو بيت حظ قوي جدا بالنسبة لعلك وعاطفي قوي جدا فبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وطبعا في منك أشخاص ممكن يتواصلوا مع الأحبة أو لقاءهم أو يشتاقوا لهم أو يمارسوا هواية معينة أو إشي العلاقة بالتجميل ممكن الفترة هاي تحمل بعض القلق حول أحد أفراد العائل الأحبة أو أحد الأحبة الفترة هاي نشطة جدا فيها نوع من أنواع له والترفيه ممتازة جدا لغاية ساعات العصر من ساعات العصر طبعا تصير الأجواء ضاغطة شوي لأنه ممكن يتراكم العمل وممكن رغم أنه عندكو قدرة على إنجازه لأنه لسه في طاقة موجودة جيدة حاولوا أنكو تنظموا جدول غداكم ووقت عملكم وخذوا قسط كافي من الراحة حاولوا أنكو ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح حاولوا أنكو برضو تراقبوا ووضعكم الصحي لأنه الفترة هاي بتركز على الصحة وقلق مهني برج الجديد ما زالت الأجواء بتصلت الأضواء على البيت والعائلة وأفراد العائلة والأسرة والاهتمامات العائلية عشان هيك بيظل في رغبة في إدخال تعديل على المسكن والتفاهم مع أفراد العائلة وتعتبر هاي فترة بتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الوساوس والقلق طبعا مستمرة هي مثل الأيام الماضية بتوقعاتها فعشان هيك ما رح نزيد عليها إشي أهم إشي انكو تهتموا في البيت والعائلة بكافة طاقتكم بدون مشاكل بدون أي عدوانية لغاية ساعات العصر من ساعات العصر الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يصير في البيت الخامس فبترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وببوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شي انك ما تستسلم وحاول انك تكرر المحاولات اللي ما بتنجح معك من أول مرة ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو التميل للسفر أو التنقلات أو الرحلات أو المشاركة في عمل ما الأجواء برضو رومانسية ونجاح عالي جدا فيها ولكن زي ما حكينا ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد الأحبة برج الدلو ما زال القمر موجود في البيت الثالث وهذا الأمر بعزز أمور العلاقة بالنشاط والحركة والاتصال والسفر والتنقلات والاهتمام بالسيارات أو الاهتمام بالاتصالات الأجهزة الإلكترونية وأشخاص منكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع أو لقطعة أو لسلعة بشكل قوي ورح ينجح في هذا الموضوع وفي بعض الأشخاص رح يركزوا على أمور إلها علاقة بالامتحانات أو المقابلات أو قدرة الإقناع لأنه عندكم قدرة إقناع عالي جدا فممكن تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم برضو إلها علاقة بتعزيز العلاقات ما بينك وبين الأصدقاء وما بين الأحبة وهذا الأمر مستمر لغاية ساعات العصر من ساعات العصر طبعا بصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بالبيت والعائلة فبوسعكم إدخال تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أكثر حاول أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك حاول أنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته أقدم المساعدة للي بيحتاجها برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لأمور إلها علاقة بالمكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية أو ممكن يسمعوا خبر سار وفي الفترة هاي عادة بعض الأشخاص المقربين إلك بيلعب دور مهم جدا ممكن اليوم تحل موضوع مالي أو أزمة مالية سابقة أو ترتب بعض الفواتير أو الدفعات بالنسبة لإلك طبعا هاي الأمور رح تظل مستمرة لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتنشطوا في أمور الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تدخل بمواجهات وعصبية عشان ما تسبب النفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك حاول أنك تتفهم الآخرين ويبقى هادئ ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول أنك تكرر المحاولات إذا استدعى الأمر لذلك حاذر من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء